اليوم ده يوم تعودنا عليه هنا في النادي بقالنا فترة كل وجبة النهاردة طالع منها جزء العمل الخير العام الماضي حراك من دورات رمضانية قدرنا نطلع جميع الغريمات من سجون مدينة المنصورة السنة دي حراك لنا هدفين هدف الاول في مركز الاورام ان في دورة رمضانية بالرعاية اللي موجودين حضراتك قدرنا اللي احنا نشتري اجهزة ب4 مليون جنيه للمركز الاورام بالاضافة اللي ما ايدت الرحمن النهاردة حضراتك جزء منها لخيري لمستشفى الاطفال الجامعية بنعمل حاجة اسمها لم الشمل بنجمع فيها الاعضاء كلها الاعضاء كلها صغير كبير شباب سيدات رجال كله بيتلم في اليوم ده بحيث ان هو يكون يوم بيجمع كل فقات النادي افتار النهاردة الحقيقة بيخلق روح جديدة بين الناس الروح اللي هي ان شاء الله نتمنى ان يهدبها سيدة بين الناس كلها جهرت منها حاجتين اول حاجة ان احنا نلم شامل الناس تانية نتعرف ان رمضان اصلا معروف باللمة ان الناس بتاعت جمع مع بعض تاني سنين اللي فاتت ديت كانوا بنعاني ان الناس ما كانت شيف تتلم مع بعض فاحنا قلنا ان احنا نعمل الفكرة ان احنا نلم الناس اللي في النادي يكونوا موجودين مع بعض كلهم ويكونوا موجودين معنا الفكرة التانية وده الاهم في الموضوع كله ان في جزء كبير من الفلوس نسبة 30% تقريبا بتاعت الوجبات المطاعم جايبها لنا المطاعم متبرع بيها لله عشان تساعد بيها كل سنة كان في حاجة سنة اللي فاتت كان غريمات سنة دي بإذن الله ان شاء الله هنساعد في مرشاة الاورام نلم الشامل منها بنتعرف وبنحيي سنة ومنها بنساهم في حل مشاكل المجتمع لان المجتمع المصري هيتطور بينا كلنا اشتركوا في القناة